السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بغادي ديقو يومكم مبارك سعيد اليوم غادي نحضروا مسمن صراحة من أرواع أنواع المسمن اللي جربت وهو مسمن بطريقة الفطير الميشلتيت كي يجي مورق طبقات تبقى فوق طبقه وكي يجي صراحة رائع جدا غادي نحضروا بجوج ديل الطرق فنصف الكيمية ديل العجين غادي نحضرواها بيدون حشوة يعني غادي نفرقوا لمسمن عادي بزبدة ديبة وزيت وسميدة رقيقة والكيمية اللي بقات غادي نعمروها بأغريش بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش أغريش فهو البقايا ديال الخليع ففي الإناء اللي كنحضروا فيه الخليع كي يكون البقايا في الأسفل فهديك هي اللي غا نحضروا بها المسمن صراحة كي يجي بها المسمن لديد بزيف ورائع إلى عجباتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتو مازال ما اشتركتوش في القناة واعجبوكم الوصفات مرحبا بيكم اشتركوا وما تنسوش تفعلوا الجرس باش ما تفوتكم حتى وصفة يلا مشيوا المقادير وطريقة تحضير غادي نحتاجوا الكيمية ديال الدقيق حسب عدد أفراد الأسرة أنا كنتستعمل دقيق الفينو أو دقيق الأسفر الإخوان ديالنا في الجزائر كيسميوه السميد الناعم وكذلك دقيق الأبيض كناخدو كيمية ديال الدقيق الأبيض تكون نضيع في كيمية الدقيق الأسفر يعني مثلا إلي خدينا 300 جرام ديال الدقيق الأسفر كناخدو معها 300 جرام ديال الدقيق الأبيض كنضيفو شوية ديال الملحة وكنجمعوها العجين بماء عادي مدير روبيني خاس العجين ما يكونش قاسح بزاف وما يكونش مطلوق كيما كتشوفو وقبل ما ندلكوه كنغطيوه ببلاستيك غدائي ونخليوه يرتاح على الأقل لأربع ساعة من بعد كنرجعو ليه باش ندلكوه كندلكوه المرة اللولى وكنعاودو نكرو نفس العملية كنغطيوه مرة أخرى ببلاستيك غدائي ونخليوه يرتاح وكنكرو هاد العمليات 3 أو لأربع ديال المرات ومن بعد كنقطعوه الكويرات أنا قطعتوه 6 ديال الكورات كبار كيما كتشوفو وكل كورة كبيرة غنديرو ستها 7 ديال الكورات صغار ممكن تديرو حتل ساعة الكورة صغار وممكن تديرو أقل من سبعة مهم كيبقى على حساب الرغبة ديالكم كنغطيوه هاد العجين ببلاستيك غدائي ونخليوه يرتاح من الأحسن ساعتين أنا خليتو غير ساعة ونصف من الأحسن أنكم تخليوه ساعتين باش كيسهل عليكم عملية التوريق من بعد غادي ناخدو خليط ما بين زبدة ديبة وزيت هو اللي غا نورقوه به المسم من ديالنا اللي هو هادا وغادي نحتاجو كذلك شوية ديال سميدة رقيقة كان بدأو أولا ندهنو سطح العمل اللي غا نخدموه فيه وكان أخدو أول كورة كبيرة نطلقوها كما كتشوفو ندهنوها بخليط الزبدة والزيت ونقلبوه ونعاودو نورقوه فكل ما كان المسمن مورق مزيان كل ما كيكون ناجح من بعد كنجبدو الأطراف ثم غادي نرشو سطح ديال العجين ديالنا بخليط زبدة والزيت ما نكتروش ونرشو شوية ديال سميدة رقيقة أنا درتها في هادا سفاي فاكا تسهل عليها ما كان بقاش نعمري ديال بسميدة وانا كنورق وممكن أيضا نديرو سميدة فقرعة ليكون لغطا ديالها فيها تقابي من بعد غادي نمشي ونورقوه سبعا ديال الكورة الصغار كنبدوه بأول وحدة نورقوها كذلك مزيان وغادي نهزوها ونحطوها وسط هاد الكورة الكبيرة كنحاولو نقادو الجوانب ونرشوها كذلك بخليط زبدة والزيت وسميدة رقيقة من بعد غا نستمرو بهالطريقة كورة فوق كورة أو طبقة فوق طبقة حتى نكملو سبعا ديال الكورات كلهم واخير كورة كنرشوها كذلك بخليط ديال زبدة والزيت وسميدة رقيقة من بعد كنقطعوه لأطراف ديال الكورة الكبيرة على أربعة وكل أربع كنقطعوه على جوج وكنجمعو الجوانب كما كتشوفو نستمرو بهالطريقة حتى نكملو الكيميا اللي غنحضروها المسمن بيدون حوشوها حتى نكملوها كلها من بعد غندوزو المسمن اللي غنحضروه بأقريش فباش نورقوه المسمن ديال أقريش غنورقوه غير عفوا بالزيت وهذا هو أقريش اللي غنستعمل أنا اختاريت هاد لاماك ممكن تستعملو اللي كيتحضر في البيت غادي ناخدو الكيميا اللي عندنا ديال أقريش ونخلطوها مع هادا كليدام اللي تيكون فيها خسكم تكونو خرجتوه من تلاجة قبل بفترة لباش يدوب هاديك الدهون اللي كتكون معاه من بعد كان بدونو نورقوه غير بالزيت لباش ما يجيناش لمسمن منطقين فكندهنو كدالك سطح العمل وكناخدو كورة كبيرة وكن بدونو نورقوها كما كتشوف ثم غنمشي ونورقوه لكورة الصغار كان بدونو بأول وحدة وكنهزوها وكنحطوها وسط الكورة الكبيرة نقعدو الجوانب وغادي ناخدو هادا كالخاليط ديال أقريش كنوزوه فوق الكورة الصغيرة ثم كنستمرو بهالطريقة طبقة فوق طبقة وبيناتهم كنوضعو الحشوة ديال أقريش حتى كنكملو سبعة ديال الطبقات كلهم وآخر طبقة أو آخر كورة ديال العجين ما كنوضعوش فيها الحشوة اللي هي هادي من بعد كنقطعو الأطراف ديال الكورة الكبيرة على أربعة وكل أربعة كنقطعوه على جوج ثم كنجمعو الأطراف ونستمرو كذلك بهالطريقة حتى نكملو ثم كناخدو مقلاع تكون تقيلة ديال المسمن نسخنوها مزيان فوق النار وكنبدو نطيبو أنا غنبدو نطيب المسمن اللي بيدون حشوة كنبسطو المسمنة غير شوية وكنرشو المقلاب خليد زبدا والزيت وكنوضعو المسمنة على الجهة اللولة نخليوها على الجهة اللولة حتى تبدأ تتحمر من بعد كنقلبوها على الجهة الثانية غير واحد شوية ما كنخليوهاش على الجهة الثانية بزيف تقريبا نص دقيقة وكنرجعوها للجهة اللولة ونخليوها حتى تتحمر وحنا مرة مرة كنحركوها باش يتحمر الوجه كله من بعد كنقلبوها للجهة الثانية ونحمروها كذلك ثم كنمشيو المسمن اللي فيه الحشوة ديال ايقريش كنبسطو كذلك غير شوية وكنرشو المقلاب غير بخليد ديال الزيت ثم كنوضعو المسمنة على الجهة اللولة نرشو بشوية ديال الزيت من الفوق الى بغينا انا كنحاول نقص الكيمياء ديال الزيت او للزبدالي كنستعمل باش ما يجيش لمسمن تقيل كنخليوها على الجهة اللولة حتى تبدأ تتحمر وكنقلبوها للجهة الثانية نخليوها غير واحد شوية وكنرجعوها للجهة اللولة نخليوها حتى تتحمر في الجهة اللولة بنفس الطريقة اللي طيبنا بها المسمن اللول كنبقا ونحرركوه مرة مرة باش تتحمر لنا مقادة يعني الوجه كله يجي محمر ثم كنقلبوه للوجه تاني وكنستمرو بهالطريقة حتى نكملو المسمن ديالنا كله وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم كنتمنى أنها تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة